قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ مَنْ أَكْفَرُ عِلْمًا أَنتُمْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ أَمِ اللَّهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنتُمْ هَا أُولَئِ حَاجَجْتُمْ فِي مَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهذا هو دليلنا على أن هؤلاء الأنبياء الكرام كانوا حنفاء مسلمين ولكن إسلام هؤلاء الأنبياء يختلف عن إسلامنا إسلام هؤلاء الأنبياء كان كمنهاج عام وطريقة للحياة بمعنى الاستسلام والخضوع التام لله عز وجل ولكل نبي منهم شريعة ومنهاجة تختلف حسب الزمان والمكان أما نحن كمسلمون فشريعتنا هي الإسلام ورسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم وكتابنا هو الكرآن الكريم أأنتم أعلم أم الله لا تنتظر إجابة على هذا السؤال فالجميع يعلموا الإجابة الله أعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ومن جادل في الدين بغير حق قل أأنتم أعلم أم الله وكما أنه من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم فإنه من أسوأ التكلف أن تقول لما لا تعلم أنك تعلم محمد صلى الله عليه وسلم